في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح كيفية تثبيت برنامج TrueCrypt بعد تحميل البرنامج من الموقع انقر على ملفة تثبيت مرتين ستظهر لك نافذة تحذير الأمان من نظام التشغيل Windows انقر على Run ستظهر لك الآن نافذة رئيسية للتثبيت ضع علامة صحف المربع للموافقة على شروط وأحكام استخدام البرنامج ثم انقر على Accept في النافذة التالية سيتم سؤالك عن نوع التثبيت المطلوب قم باختيار الخيار Install إذا كنت تريد تثبيت البرنامج على القرص المحلي للجهاز يفضل اختيار هذا النوع في حالة الرغبة بتشفير القرص الذي يحتوي على النظام أو تشفير قسم يحتوي على نظام تشغيل في القرص الصلب وفي حالة اختيار الخيار الثاني Extract لن يتم تثبيت البرنامج على الجهاز وإنما سيتم فكت ضغط ملفات البرنامج من غير تثبيت على النظام بحيث يمكن أن يكون هذا النوع مفيدا في حالة الرغبة في تشغيل البرنامج في عدة أجهزة ففي هذا النوع يتم تشغيل البرنامج من خلال TrueCrypt.xe القابل للنقل إلى جهاز آخر من دون عاد تشغيل وعاد تثبيت للبرنامج إذن سوف نختار الخيار الأول Install تثبيت ثم ننقر على Next في هذه النافذة سوف يتم فيها اختيار الخيارات الخاصة بالتثبيت الخيار الأول هو المكان الذي سوف يتم فيه تثبيت البرنامج يفضل تركه كما هو أما بالنسبة للخيارات الأخرى فالخيار الأول هو تثبيت البرنامج لجميع المستخدمين على هذا الجهاز الخيار الثاني هو إضافة اختصار للبرنامج TrueCrypt في قائمة رئيسية قائمة إبدأ الخيار الثالث هو إضافة أيقونة TrueCrypt إلى سطح المكتب الخيار الرابع هو ربط الامتداد .tc بالبرنامج TrueCrypt حيث يقوم البرنامج بفتح الملفات ذات الامتداد .tc الخيار الأخير هو إنشاء نقطة استعادة للنظام قبل تثبيت البرنامج ففي حالة حدوث خلل بعد التثبيت يتم استرجاع النظام إلى هذه النقطة ثم نقوم بالضغط على إنستون في هذا الوقت سوف يقوم النظام بتثبيت البرنامج TrueCrypt ثم في حالة الانتهاء سوف تظهر نافذة تثبيت البرنامج بنجاح ينقر على أوكي الآن سوف تظهر لك نافذة في حالة رغبتك بالاطلاع على تعليمات المبتدئين باللغة الإنجليزية اضغط على Yes وإلا اضغط على No ثم اضغط على Finish لإنهاء عملية تثبيت البرنامج وفي الختام سوف تظهر لك أيقونة البرنامج على سطح المكتب تحديث 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 ت